مساء الخير حلقتنا النهاردة مختلفة وتحتاج إلى ضيف مختلف حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن القضية الكردية وبنطرح فيها كثير من الأسئلة لشغل أحضراتكم بهذا الخصوص ولذلك استضفنا النهاردة ضيفا مختلفا وهو الدكتور سيهانوك ديبو وهو ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر مش بس عشان يجاوب على أسئلتكم الخاصة بوضع الكرد أو بتصور الكرد لحل القضية السورية ولكن عشان يجاوب على أسئلتكم وشواغلكم عن كثير من القضايا المتعلقة بالكرد في كثير من دول المنطقة مساء الخير معنا الدكتور مساء النوري أهل مسألة منورنا ومنور قد نعرف ربنا يخبركم متشكر حضرتك أوي انت شفت حضرتك عندنا كم هائل من الأسئلة لما نوهنا عن حضور حضرتك كضيف علينا في أسئلة كثيرة مطروحة تتعلق بالكرد في كل مكان في العالم لكن واحد من أكثر هذه الأسئلة طرحا هو سؤال عام بيقول ماذا يريد الكرد طبعا ماذا يريد الكرد بيستدعي في أذهان الناس مجموعة من الأسئلة التفصيلية إنه ماذا يريد الكرد يعني في سوريا في العراق في إيران في تركيا هل هم عاوزين ينفصلوا ولو عاوزين ينفصل كل واحد عاوز يعمل دولة داخل الدول الأربعة ولا عاوزين دولة كبرى ولا قبل أساس مش عاوزين دول وما عندهم شميول انفصالية وهل اللي ما بنقول الكرد هو احنا نقدر نعبر عن طيار عام الكرد وكلهم كيان واحد ولا فيه اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بالتبجهات الخاصة بإقامة دولة يعني عموما نعتقد بأن الكرد على الرغم من وجود اتجاهات مختلفة تعبر عن قضيتهم ولكن أعتقد بأن بالرغم من وجود هذه الاتجاهات لكن يشتركون في بعض النقاط المفصلية على الأغلب على الأغلب يعني من يتحدث من الشأن الكردي ومن يجد نفسه مسؤولا عن وجوب حل القضية الكردية لا يطرح وليس في أجندته الورقية والنظرية والسياسية أي مفهوم يتعلق به الانفصال وإقامة دولة مركزية أو ما شابه هذا كلام جديد يعني معنى كده أن عموم الكرد لا يرغبون في الانفصال لا عن تركيا ولا عن إيران ولا عن العراق ولا عن سوريا لكن عموم الكرد يودون الخلاص من مفهوم الانفصال والتقسيم الذي مورس بحقه طيب نقولها بطريقة تانية لأنه طبعا فيه استدعاءات كثيرة للتاريخ يعني أنا لما بسأل الترك مثلا آسف الكرد مثلا في سوريا أنتوا عاوزين تستقلوا بشمال وشرق سوريا ولا عاوزين تكونوا جزء من الدولة السورية بالتأكيد بشكل واضح وصريح وتجربة الإدارة الذاتية التي تضم الكرد والعرب والسوريان الأشوريين والأرمن والتركمان مسلمين مسيحيين إيزيديين بالتأكيد هذا المفهوم يؤكد بأننا نصر وما زلنا وسنصر على وحدة البلاد وإعادة استعادتها لدورها الإقليمي والعالمي ضمن مفهوم دولة المواطنة الديمقراطية مواطنة الحقيقية أي مشاركة السلطات على جميع المناحي يجب أن لا يكون من يكون في حكم السلطة السورية أن يكون ينتمي إلى قومية معينة أو يكون وفق دين معين حياد الدولة بالنسبة للأديان وحياد الدولة بالنسبة لمكوناتها القومية والإثنية وجميع الثقافات يجب أن يكون متلمس حقيقة بالضبط وأعتقد بأن مسألة التنوع الذي يحظى به المجتمع السوري بدأت الكثير من الدول الإقليمية علاوة على الدول العالمية تلمس هذه الحقيقة والتعامل معها بإيجابية منها مصر أعتقد أنها من أهم العواصم التي تنظر بمسؤولية إلى مسألة التنوع السوري وأن تكون سوريا القادمة سوريا لجميع السوريين لجميع سوريين ضمن وحدة البلاد وسيادته الإقليمية وفق القرار الأممي 2254 أي حكم غير مركزي إثر سياسات استبدادية من حكم شديدة المركزية يعني إنهاء كامل للحياة السياسية يستطيع على الكرد وعلى جميع المكونات السورية التفكير جديا بأن تكون سوريا تغادر موقع التقوقع المذهبي والسياسي والأيديولوجي المقيت إلى فضاءات واسعة يستطيع السوريين جميعا الاحتكام إلى المظلة الوارفة الوطنية لسوريا كلها التأكيد على الانتماءات تحت الوطنية وتأكيد على حقوقها دستوريا هي خطوة متقدمة من أجل تحقيق الهم الوطني والوحدة الوطنية لنكن سوريين كرد سوريين عرب سوريين أرمن سوريين مسيحيين سوريين مسلمين يعني مثل جميع الدول التي تقدر مفهوم دولة المواطنة الحقيقية والديمقراطية يعني يا معالي الدكتور أنت أو أنتم في سوريا الديمقراطية على سبيل المثال المطلب الكردي ليس الانفصال عن سوريا ولكن أن تكون سوريا دولة غير مركزية يعني دولة بتسبب التعفيقية أستاذي لنبتعد عن هذه الأمور كلها لنتحدث بالوقاعة من الذي تخشاه تركيا؟ هم حقيقة من الذي تحاربه تركيا؟ اليوم تركيا هامة همومها لأنها ما تزال تنظر إلى لديها بعض المناظير السابتة تركيا التي هي سليلة العثمانية أو السلطنة العثمانية تركيا الأردوغانية تنظر إلى الكرد أنهم يجب أن يكونوا موتة يعني إبادة الكرد بشكل كل ثقافيا وثياسيا في نقطة أخرى وتنظر أيضا إلى العرب بأن أفضل العرب يجب أن يكون خدما لها فإذن من الذي يعمل على سياسة تكريس سياسة الانفصال في عفرين الهوية يعني جرابولس وعزاز وجميع المدن السورية التي تم احتلالها من قبل تركيا تم تعويم حتى الليرة التركية يتعامل معها في النشرات الجوية على أنها جزء من الجغرافية التركية الاتصالات التركية الرموز الموجودة في الأمكان العامة هي تركية يعني نحن نحارب الانفصال ويتم اتهامنا بالانفصالين نحن نحارب الإرهابيين كيف تحاربون الانفصال؟ يعني لما سألتك أنتم لا تريدون الانفصال فكلمتني عن الدور التركي هناك هو الدور التركي هناك يعزز الانفصال لصالح من لصالح تركيا يعني عاوز يفصل ايه عن ايه هو اهام همومة ما تسميه تركيا الميثاق الملي يعادة السلطنة العثمانية قضم مناطق من شمال العراق او اقليم كردستان العراق سلخ كامل شمال وشرق سوريا سيلا تعز الانفصال ده هي بالمعنى ده هي عاوزة تضع ايديها على اراضي دول اخرى لكن احنا بنسأل الكرد داخل بقطع النظر عن التهديد التركي للكرد ودي قضيها نتكلم عنها انا عاوز اتأكد بس ان المعلومة واضحة انتم كالغالبية والطيارات الرئيسة من الكرد في سوريا لا يرغبون في الانفصال عن سوريا على العكس تماما يعني يحاربون هذا الشيء واسبت التجربة ويبحثون عن نموذج سياسي ديمقراطي يعني يشعر السوريين من خلاله انهم بالفعل مواطنون كلهم سواسية في الحقوق والوجبات اذا ما تبحثون عنه دولة واحدة ولكن الدولة دي غير بركزية اي انه اقرب الى نموذج الدولة الفيدرالية وان كان عند حركة تحفظ على كلمة الفيدرالية لكن اقرب للتصور الدولة الفيدرالية ان تكون في حكم ذاتي لمناطق مختلفة مضبوط؟ بالضبط حكم ذاتي او ادارة ذاتية يعني الجميع مصان فيه خصوصيته القومية والاثنية يعني بعض الامور التشريعية حتى بمسائل اجتماعية ومسائل الميراس يعني عدم يجب النظر اليها وفق هذه الخصوصية البعض يتخوف من ان هذه الامور قد تكون بمثابة تهيئة لانفصال اقول يعني اذا ما عمل في سوريا المستقبل وفق هذا النظام كدولة لا مركزية نعتقد انها سوف تكون الرقم اما ستين او اتنين وستين ضمن منظومة الدول العالمية التي اليوم اغلب الدول المتقدمة هي انظمة فيدرالية وانظمة لا مركزية بشكل او باخر يعني سويسرا التي تحظى من المساحة حوالي ربع او ثلث مساحة سوريا لديها حوالي تساطعش كانتون لديها ثلاث لغات لديها 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 كلها ضمن وحدة البلاد وسويسرا التي هي معروفة بانها احد اهم مراكز ثقل العالم حركت قلت لي حاجة مهمة توضح فكرتك قبل التسكيل قلت لي انا مش مش عاوزين ننفصل عن سوريا احنا عاوزين نكون جزء من سوريا بس مش جزء من جمهورية سوريا العربية عاوزين نبقى جزء من جمهورية سوريا لان السوريا ليست سوريا العربية فقط ولكن في عرقيات واثنيات اخرى هل انا فهم حرك صحيح؟ صح اذا ما يسعى اليه الكرد وان يكون جزء من جمهورية سوريا بدون العربية حابب لو سمحت لي حضرتك يعني وانا قاعد في قلب الامة العربية في مصر قريبين من الجامعة العربية التي تربطنا علاقات وننظر اليها باحترام شديد جدا ونعتز بان سوريا هي جزء مؤسسة مؤسس للجامعة العربية اسم سوريا في حين البدايات وحين الاستقلال او رحيل الانتداب الفرنسي كان اسمها فقط الجمهورية السورية الذي حصل حكومة الانفصال سنة 1961 حينما تم الانفصال ما بين سوريا ومصر عمدت على تغيير الاسم الى الجمهورية العربية السورية واصبحت ضمن ادبيات وممارسات يومية لحزب البعث الذي استبدى بالسلطة ويتحمل بشكل اكبر من الجميع ما قالت اليه الامور في سوريا وربما في المنطقة سؤالين قبل ما اختم المقطة دي اذا ما يتحدث عنه الكرد في سوريا هو اقرب الى النموذج العراقي انا عارف انه مش متطابق انه يكون في حكم ذاتي كما هو الحادث في كردستان في العراق وكمان يتغير اسم السوريا او لا نفهم غلط يعني دي ممكن تكون احدى المطاليب الاساسية وليست المطاليب يعني لا ننظر الى ان سوريا حتى تستقم اوضاعها يجب ان يتم فقط حل القضية الكردية لا انا بتكلفها تعلق الجزء ده يعني يعني هم حاولوا اكثر من المرة ان يتم يعني النظر الينا على اننا كرد فقط نحن نصر اننا نقول باننا كرد وسوريين في الوقت نفسه من هم اللي بيحاولوا يصوروا يعني سواء منظومة الاستبداد المركزي نظام المركزي في دمشق نظام رئيس بشار نعم او حتى المعارضة التي اليوم هي باتت في نظر الجميع انها هي الاقرب الى تركيا والابعد بكثير من تطلعات شعب سوريا في التغيير والتحول الديمقراطي وتحديدا الفصائل والمعارضة بين قوسين طبعا المعارضة السورية القريبة او التي مشغلة من اجل تنفيذ الاجندة التركية ده كلام مهم عن الدكتور بس معلش انا حابب برضو لانه زي ما كنت بقول الحركة قبل التسجيل ان في قطاع كتير منكم هورنا بعضهم متابع القضية عن كثب جدا وبعضهم زي ما قلت الحركة بيسأل اسئلة بديهية جدا وكأن الكرد جاءوا من المريخ فانا سؤالي فعلا هل ما يطلبه الكرد ان عارف انه ليس متطابقا انه قريب الى اذا ما تحقق على الارض ان يكون قريبا الى حد ما من التجربة العراقية ان يكون فيه حكم ذاتي للكرد وانه بخلاف الكرد انه علشان حقوق الاقليات والعرقيات الاخرى انه يتم تغيير في الاسم لكن التغيير في الاسم ده يكون دلالة من جمهورية سوريا العربية لجمهورية سوريا مضبوط يا معنا الدكتور ده ده مدخل مهم جدا يعني الاسم يعبر عن المضمون وعن المغزى بشكل كبير نكتفي فقط بسوريا او دولة سوريا او الجمهورية السورية كما كان اسمها بعد الاستقلال عام 1947 بالاساس نحتاج الى استقلال ثاني التجربة تجربة العراق الفيدرالي اعتقد بانها تجربة مهمة ولكن اعترتها الكثير من الاخطاء والنواقص هي اليوم البعض يصفونها بانها نظام محاصصاتي سيكتب له عدم النجاح بغض النظر عن اجابتنا في هذا المنحة ولكن اعتقد بانه هناك نماذج جديرة بالدراسة جديرة بالاحترام ممكن تطبيقها في سوريا نظام سويسرا نظام الامارات الامارات العربية المتحدة يعني نظام يعني لكل امارة مجلس لكل امارة برلمان مصغر واليوم الامارات هي يعني نموذج الامارات اكثر من نموذج العراق يعني اعتقد بانه نموذج سويسرا او نموذج البلدان الاوروبية التي طبعا ايضا يعني اركز على المسألة التي شهدت مرحلة يسيرة ووفيرة من التحولات انها من الممكن ان تقابل حل الازمة السورية وان تكون دولة سوريا المستقبل او الحل في سوريا دولة لا مركزية على هذه الشاكلة ومن الدول التي احدثت اليوم يعني قفزات في مناحي الاقتصاد والسياسة والاجتماع في ماليزيا الاقرب الى النموذج السوري اعتقد ان ماليزيا هي الاقرب من الجميع من النموذج السوري كونه انا تاخذ نموذج دولة الماليزية دولة لا مركزية دولة تحظى بالنموذجين الان لامركزية السياسية والان لامركزية الإدارية ايضا يعني ماليزيا دولة متقدمة الأقرب أيضا ممكن أن تكون نموذج جنوب أفريقيا يعني اعتبار أنها لم تخرج من الأزمة عشرات الأعوام إنما منذ العام 1995 كما تعرف حضرتك فتوزج نمازج حية بالإضافة إلى النمازج اللي حضرتك حكيت فيها إيه القاسم المشترك اللي حضرتك عاوز تركز عليه في تجربة يعني جنوب أفريقيا أو ماليزيا أو الإمارات العربية أو سويسرا اللي هي نموذج الدولة غير المركزية اللي بتتمتع فيه الأقاليم بمساحة أكبر من إدارة شؤونها الذاتية ده اللي تقصده حضرتك متضبط متضبط ده كده الفكرة واضحة جدا السؤال الأخير قبل ما اختم النقطة المهمة جدا اللي حضرتك طرحتها وأوضحتها هو مخاوف بعض العرقيات الأخرى اللي بتعيش في أماكن ذات أغلبية كردية بتخاف أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تغور الكرد على حقوق أقليات أخرى فهل أستأذلك ممكن تجاوبنا على هذه المخاوف أو رأيك في هذا الطرح بس باختصار شديد من فضلك على سبيل المثال بالنسبة للتعليم التربية والتعليم المعمول به في مناطق الإدارة الذاتية الحالية الحالية لدينا ثلاث لغات اللغة العربية واللغة الكردية واللغة السوريانية لي الجميع الحق في اختيار اللغة التي تناسبها وأنا مستعد بدليل واحد فقط بمثال واحد لو حد استطاع أن يثبت عكس النظرات لا يمكن فرض أي لغة على لغة أخرى لا يمكن فرض أي عادات أو خاصة بمجتمع أو شعب معين على عادات وشعوب أخرى يعني الكرد قاسى الأمرين في هذه الناحية فمن المستحيل أو من غير المقبول على الأقل أن يكونهم دعاة إلى الاستبداد وإلى مرسة القارة ولم يحدث عملية تهجير ولم يحدث أي عملية تهجير في المناطق إلى العرب أو غيرها مستحيل باستثناء بعض مناطق الاشتباك التي دعت الحاجة من القيادة العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي العربي بقيادة أمريكا ضد الإرهاب أنه يجب إخلاء هذه القرية يجب إخلاء هذا الحاجة سواء كانوا عربيا أو غير عربيا بأي شكل من الأشكال يعني باستثناء هذه المناطق لا توجد أي قرية أو أي بلدة أو أي ناحية تم تهجير يعني ماشي لنفترض أنه صار في تهجير من الذي سكن بدلهم عنه؟ بالأساس الكثير يقول بأن الكرد ليسوا النسبة الغالبة في المناطق كل مناطق الشنقلفورات يعني كيف يعني مثلا رح يكون يعني في بعض الأمور يعني هي بالفعل يعني أجوبتها غير واردة أو تكا تكون مستحيلة هذه الأمور كلها حقيقة يعني في بعض الأمور فيما يتعلق بالتفكير المدني الجديد فيما يتعلق بتوازن والتساوي بين المرأة والرجل في بعض النموذج الذي يتحدث عن دولة جديدة حضرتك والكثير من الحضرات المشاهدين يعلموا بأن كل أوروبا كانت ضد الثورة الفرنسية صورة عام 1789 صورة الإنقلاب إلى الدولة القومية وبعد انهيار الملكية الفرنسية وظهور القيم الجمهورية كل أوروبا كانت ضد ثورة العقد الاجتماعي ثورة جان جاك روسو ونرى بعد منها إلى هذه اللحظة بأنها هي متواغلة في جميع أنحاء أوروبا وتركت تأثيرات جميلة ورائعة حتى في عموم المنطقة العربية وعموم المنطقة الشرق الأوسط أي فكر جديد يحارب أي فكر جديد يتم تركيز الأضواء عليه إما التشويش عليه أو توجيه الأباطيل والأكاذيب والأمور كلها يعني من بعض الأمور مثلا يعني حين صار احتلال تركيا لعفرين كان تتلى بعض الآيات من قبل تركيا على أن الأكراد أو الكرد الموجودين هنا هم ملاحدة وغير مسلمين على العكس تماما يعني لأننا نمارس الإسلام وفق خاصيته الرحيمة ووفق قيمة ووفق مبادئه الأساسية على العكس تماما أود يعني أن أذكر وألفت إلى نظرة أعتقد بأن أكثر الشعوب عملت الإسلام كما هو إسلام كما مبادئه الأساسية الحنيفة هم الكرد وخاصة في المرحلة الأيوبية ووقت صلاح الدين الأيوبي لم نروجه أو نخضعه لمطامحنا القومية كما يفعل الأتراك الآن وكما يفعل غير الأتراك يعني أنا هستأذن حضرتك أننا نتوقف عند النقطة دي ونستأنف في الحلقات المقبلة بطرحة نقاط كتيرة حضرتك أثرتها عن علاقتكم بتركيا وسر العداء الشديد القائم وعلاقة الدول العربية بالكرد وخصوصية الثقافة الكردية أنا بشكر حضرتك والحوار موزولي إن شاء الله شكرا جزيلا تحياتي الله يرى بك